شباب في كليات طب وكليات مختلفة في جامعة الجلالة كانوا خلصوا اليوم الدراسي بتاعهم وكانوا بيتحرقوا بالأوتوبيس من الجامعة لحد العين السخنة تحت ودي بيعملوها كل يوم لعدم توفر الجامعة عدد كبير من المساكن أو عدد كبير من السكن في جامعة الجلالة فالشباب يتطر يحجز في أماكن تحت على طريق العين السخنة فالأوتوبيس عمل حدثة وللأسف راح ضحياتها هو مكتوف الخبر 12 وإصابة 33 في انقلاب أوتوبيس لكن أعتقد أنهم أكتر من 12 في أخبار تكلمت عن 13 في أخبار للأسف تكلمت على أكتر من كده كلهم شباب زي الورد شباب زي الورد وكليات طب وكليات صيدلة وكليات مختلفة وأنا لما عدت أقرأ الخبر الحقيقة ما فيش رسم واضح إيه اللي حصل لكن محدش قال أنه عمل حدثة مع أوتوبيس آخر أو مع عربية أخرى خاصة طريق العين السخنة تحت فيه جزء كبير بيبقى رايح جاي لكن يبدو أن السائق الأوتوبيس هو اللي عنده المشكلة الكبيرة لأنه مكتوف أكتر من خبر وفي بعض الشباب اللي نجوا من الحادثة كتبوا على صفحاتهم يعني فيبدو أن الأمر متعالق كمان بسواءة الأوتوبيس أن السواء كان بيجري بسرعة جنونية وكان بياخد ملف على السرية يعني بياخد ملف على سرعة 120 أو أكتر فالأوتوبيس اتقلب واتقلب أكتر من مرة لكن ما كانش فيه حد استصادم أنا كنت الأول افتكرت أو فيه ناس قالت يعني حد استصادم كان عربية أقصاد عربية وحاجات كده يعني لكن لما قرنا التفاصيل على قد ما ورد لينا لكن ما فيش طبعا حاجة رسمية أن السواء كان ماشي بسرعة جنونية وهو معه الشباب وبياخد ملف على السريع بياخد ملف على السريع فالأوتوبيس اتقلب ربنا يعز يا رب أسر الشباب ربنا يرحمهم ويشفي المصابين ويبعد يعني الخطورة الموت عن شبابنا وعن ولادنا الناس بتكبر وتربي وتدفع فلوس كتيرة في جماعات خاصة وجماعات غالية عشان ولادهم يطلعوا يشوفهم أحسن ناس في الدنيا كلها ويجي واحد يمشي بشكل مستفز ولا بشكل جنوني ولا بتاع يروح معاه أرواح كتيرة جدا ربنا يعز أهليا يعني بعد الحادث ده يعني رجاء كان احنا ما كنش حاسبين الأمور كده انتوا عارفين الطريق ده كان بسموه طريق الموت يعني طريق صعب وملفاته صعبة جدا وعمرها ما تتاخد على سرعة الواحد هو بيلف الطريق ده وزي ما كان بيقولك صحيح كده الأخبار قالت كلام كتير سواء الغلط بس سواء ما تفهمش فين اين وفيه أخبار قالت الكويتش بتاع الأوتوبيس العجلة هي اللي فرقعت فخلت عدم التزان ما عايفش تحكم فيها السواء لكن في كل الأحوال أن الطلبة نازلين من الجامعة عشان يروحوا بورته عشان ما فيش السكن مش متوفر لسه ينفع لكل الأعداد في الجامعة دلوقتي أنا بتمنى يعني ربنا يرحمهم ربنا يعزيهم ويعزي قصرهم ويشفي الطلبة والشباب المصابين دلوقتي لكن ياريت يكون فيه توفير في المبنى أو المدينة أو سكن الخاص بالجامعة يساعة لأعداد اللي تستوعبها الجامعة عشان الطالب اللي رايح ما يخطرش وينزل يروح كل المشوار ده عشان يروح من الجلالة لغاية بورته للسكن بتاعه وتاني يوم من الصبح يرجع يعني هي الحياة هي مش فسحة هي إرهاق وهي خطر ودي حياة العيال اللي راحت من غير أي يعني داعي مش عارفية أتمنى أنه تنظر الأمور بعد الحدثة دي بنظرة مختلفة عشان حياة الشباب وحياة الطلبة في الجامعة